اشتركوا في القناة 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 الباستات زودوها 340 المانا ريجين جروث زودوها الباسف شالوها يعني شالو الريديوس دامج حقها يعني يسوي بفع الباسف اول كان يعني لو ضرب واحد اكتر من كذا مرة كان يسوي الباسف يسوي ريديوس دامج على ايد الحين لا الو بفعج الكوست حق المانا نقص الكول داون نقص الانهت دامج ريدكشن نقص الا 6080 بلس 1.5 بونس اتاك دامج من 60 تو 220 اتغير بونس هلتشيلد فور فور سكن كان اول فلات برضو بف الكول داون نقص الار زودو الرينج حقها الالفين وخمسمية الكاس تايم زاد تاك والدامج حقها شطح 50 75 150 150 150 350 375 يعني زودوا خمسمية زودوا 75 دامج على كل لفل فيها overall الدامج اوتبوت اللي حيسوي ارقوت مرة كتير ارقوت اذا ما ستبلايا شباب اللي يلعب ارقوت هذا الباتش حقك ارقوت جدا ممتاز هيكون الباتش هذا انا متأكد ما فيها كلام اتروكس باك فيكس باك فيكس باك فيكس هم نرفوه اليه مطلعه من الجيم لما اعرف ليش كيتلين الار دامج حقها زاد كيتلين كشامبيون حاليا ما هي عند توب تير ميتا مقارنة بالمين بالمين شامبيون اللي بلعبوا في الميتا حاليا ازريل لوسيان فين اه اه جينكس اعطو فين شوية حب ادامج على الالتي حقها خمسين زيادة which is مرة كتير بالزاد في الايرلي game لبل ستة تلتمية is a big deal يعني فيه اوتو اتاك واحدة مو لازم تسويها اه حيخليها في التوب خمسة ما اظن بس حتبقى ما زالت كويس النار الكلداون حقها ال-W اه بوف مرة حلو نقصوا من خمسة عشر لسبعة all ranks بدل الليت game النار برضو برا ال-game هكرم زودوا ال-Q damage deals 10% هدش ال-damage per stack of rampage هاد هكرم لانا باتشين وحنا بنشوفو كده اه sleeping ولا ولا taking mom ولا تيسة ولا OP sleeper كل يعني فيه ناس بيلعبوه والدامج حقه مرة كويس وبدأ يرجع ال-game له فترة already اه مية في المية اذا يجنغل مين هكرم is a choice هكرم حيرجع الميته او اذا هو قرد يرجع الميته كده يعني هما بيقولوا لازم يتلعب بعي طريقة هكرم is gonna be very good in the jungle ايفرن ايفرن برضو حاليا good for jungle بالذات في team play more quietly empowers ايفرن's attack when he enters the bush quickly more quickly اه بف مرة صغير ايفرن مرة كويس لو فترة طويلة ما احد لسه بيلعبو التغيير هذا quality of life جيس سوى له nerf بسيط على base task حقته عشانه مرة oppressive في اللين بيقولوا جيس يعني بزات في الميته حقت التوب ده هنجيس يفوز في اي في اي لين فاني بغى بس نسوي له balance والbalance اللي سويه مش بطال مرة حلو كويس الهيلث نقصو الهيلث كروث نقصو الهيلث ريجن نقصو الهيلث ريجن نقصو الهيلث ريجن برقلوت هذا بس يعطيك مجال to counter play and fight again لبلانك nerf على كيو ما اظن يغير اي حاجة فيها يمكن في الايرلي game بس حتحس به بس بعد ما تبني الايتمس حقتها مع الساري فريق ناتلوس لهم فترة طويلة ناسينو يعني بدوا يعطولو شوية حب which is good الارمر شطحو ثلاثة ونص زيادة which is a lot في الايرلي game الباسيف صارت تشتغل كل ستة ثوائن fair target which is a good buff ناتلوس سابورت المفروض يصير كويست ما هيرجع الميته لسه بس اظن ابدأ we're helping not out in some added bulk and early games you see his jungle career should also benefit from these I don't think اللي حقاته is good for jungling زي اول بس انه كويس Rek'Sai من يوم ما نزل الكونكر الجديد وبعدها nerf Rek'Sai صارت مرة كويسة في المتا عشان الجنجل كلير حقها مرة كويس and she counters most of the meta junglers الحاليين نرفو الكونكرر نرفوها بعدها برضو بيسولها nerf على ال cooldown حق ال R و ال ratio ما حييفرق معها لانو هي الاكزكيوت حق ال ALT حقها اكيد ما فيه كلام بس دايما most of the time الدامج اللي تسويه over يعني اكتر من الدامج اللي يحتاجه حتى تكتب واحد في كل حالة ام chen سواله buff على الكيو حقته ام هما يبغوا top وال chen استفيد منها as much as possible بلحسب دامج زيادة في الكيو لو هنه الدامج بده ما حيصير خمسة حيصير عشرة بزيادة في الباتل حتى يقدر يستفيد من ال change هذا كويس في الدامج ام chen is good right now overall يعني a champion كويس مش بطل بس طبعا يعتمد على التيم ام سايلس ام ما نفاهم كل باتش يغيروا الدبل يو حقته شوية نرفوها شوية نرفوها شوية نرفوها شوية نرفوها شوية نرفوها شوية نرفوها شوية نرفوه فهيل راشيو نقصوه ال Empowered Heal when Silas is below 48 نرف تاني WBS Heal ratio decrease ليه الباتش اللي تكمل على الباتش اللي فاتش بيقولوا لسه ال W بتزويضه Trendle buff لل W حقته bonus attack speed من 20-30% بداية ال game يعني 10% رفمية increase ما حترجو ال meta top at least بس he's okay early game laning and jungling حتى في ال jungle يمكن تزويض ال clear حقه بس احنا ما لما تلعب Trendle سوء عن jungle ولا top انت ما ما تلفل ال W أول تلفل ال Q بعدين ال W I don't know ايش 10% بداية ال game و 20% هاية ال game هذا بوف مرة كويس ما أظن يرجيها لل top meta بس هتكون كوي هتكون كوي أحسن ما لسه في champions كثير أحسن منها يعني يقد نفس الطريقة أحسن ما زال إز أحسن ما زال لوسيان أحسن ما زال فين أحسن ما زال جنكس أحسن ما زال كيت أحسن أو ما زالت بلا صح زايا وراكان مع بعض ما فيها كلام يعني هو هذا ال combination الوحيدة اللي تكون فيه زايا مرة كويس زاوي زودوا ال cooldown على ال E ونقصوا ال slow welcome هذا بلانس كويس مش بطل ما أظن حيفرنج مرة كتير فيها لأن الناس اللي لعبوها في ال higher ELO بالذات ولا في LCS يعرفوا يتعامل ينذي كان مانيج دار cooldowns properly ال slow ما أظن تهم أصلا يعني في السليبي تقول bubble bubble trouble bubble اللي يهم ال stand أكتر من ال slow وعمل ال items tier of the goddess تقلوها يونيك يعني ما تكون تبني item tier of the goddess واحدة وبعدين item ثانية tier of the goddess ف Israel double tier build انتهى من ال game يا شباب rest in peace rip إلى اللقاء لا مستقبل بعيد ال brawler's graphs critical screen no longer unique فصار تكون تشتري أكتر من brawler's graphs او كان تشتريتوا واحدة تارية ما تقلوها هذه يعني بالزات في low elo is one of the most underrated under understood runs that i consider a bit OP بزات في LCS يعني انت تشوفوها في كل game تقريبا في LCS في احد او اكتر من واحد او الى ثلاثة اشخاص عندهم المينيون dematerializer وما اشوفها في قيمات انا مرة كتير ما اشوفها الا مع supports احيانا بكل this rune has become a pro staple for its stability and clear cannon minions easily and maintain push wave control او لانه الفكرة فيها اصلا is to maintain wave management واللي ما يفهم ايش يعني how to maintain wave management اصلا هذا الرون بالنسبة له مع دوما we are decreasing the charge and damage the result but we are also giving it some buff so it can be considered useful in other situations charges initial cooldown decrease damage bonus increase قللوا الcharges من 6 التلاتة هادي nerf لي support دمال كبير اكتر من يكون لي face damage bonus support سمد ما حتفق معهم كتير بس charge reduction هو اللي يفرق في ال usage بس damage bonus زاد لستة الaddition damage bonus زاد لثلاتة الstarting cooldown ضار 180 سنة طبعا ام التوبس اللي كانوا ياخدوها اللي هم التانكي توبس هاد بف واضح وصريح يعني لهم بطريقة يعني الdamage output حقهم بطريقة مرة كويسة المد 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 ما اظن يفرق معهم مرة كتير يعني مين ما زال يلعبها مد لساندرا و برضو شوي تؤسر تلستانت يعني يمكن على تانكي مدز تنفع على النورمال مدزة التانية اللي استخدموها ما حايفرق مرة كتير ما حايفرق اظن البفة الاكبر للتوب تانكي ميتة مش للدامج ديلرز طبعا هذي في بالي شوي فزي بس اظن التشينج هذا اكتر شي حياثر عليه اللي يلعبوا توب تانك التوب تانك هم اللي حيستفيدوا منها عشان ال الدامج اوتبوت اللي ممكن اللي صار حيطلع منهم اول ما كان عندهم بس اوفرهيل قال لك والله بنشوفها في كل جيم في LCS نبغى نعطي اوبشن فسووا لها نيرف كونفيرتس فورتي تون هندرد خلوها تونتي تون هندرد الباونتيز طبعا في مجموعة كبيرة من انا بتشتكل من الباونتيز على اساس الباونتيز they seem a bit unfair يعني فيها فيها شوية مشاكل يكون الادم اللي قدامي عنده عشرة كيلز علي وانا 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 مفرم شوية احسن منه وانا علي باونتي يعني فاهم ليش ما زالت المشكلة هذي موجودة بس قللوا اللي يعني اول كان لكل خمسين جولد او سوري خمسين جولد باونتي لكل مية وخمسين جولد انت اعلى من العاوريج حق التيم اللي قدامك سوري اقل minions and monsters جولد باونتيز now decrease if you lose your advantage الباونتي تقل اول ما كانت تقل يعني انت اعلى منهم بميتين عليك باونتي بميتين جولد عليك باونتي خمسين انت ست اقل انت سرت اعلى منهم باقل من متين ما ادري قديش تنزل الباونتي من خمسين يمكن تصير خمسة واربعين ولا تصير صفر ما ادري بس هتبدأ تقل الباونتي لو الادبانتيج قلت السبورت ايتمز سارت تدخل في الباونتيز support items gold now contributes to minion and monster gold bounties اول كانت السبورت ايتمز ما يدخل في الباونتيز بس المنينز والكلز طبعا دحينس حتى السبورت ايتمز من minion and monster gold bounties ل income gold bounties المدخول عامة هماني players interpret the gold numbers on the scoreboard as how much additional gold the kill is worth relative to other members كلا فاضي visualization يعني مثلا لو قتلت واحد هيديك 300 خط لو اذا عليه باونتي اول كان حطين 450 يعني هيديك 300 زائد المية وخمسين مع انه الباونتي ماز 150 دحين قالك لا هنشيل الارقام الكبيرة هذي يعني الرقام ما هيبين ال based gold يعني 300 gold ما هيديك مثلا خلاص لو انت عندك 150 بس هيحط في scoreboard 150 انت قتلتو هتاخد 300 زائد 150 بكل حالات ability product consistency quality of life changes ما اظن ال rank هسوه ال rank في كل ال regions ووقفو ولغو موضوع ال positional rank اللي كانوا بيجربوه في ما في positional rank اي شباب اطلغ السيستم ما نجح فشل شكرا على الفيتباك ما هننزله على ال regions التانية وفي نفس الوقت هنسوي اذا كنت اذا كنت اذا كنت اذا كنت اذا كنت remake for diamond one players in series اذا كنت انت مرحة البرو وين没事 اذا كنت اذا كنت اذا كنت لين 27 الحالي رح يقفل لين 3 ايب فكس تباق توني هاي اند فريم ريت كاب نقصوا الفريم ريت كاب يعني دحين لو حطيت انكابت الماكسما من الهجيك 244 مشن تراكر مضروري الليف باستر كان عندهم مشاكل وبيحلوها باق فكس بسيطة كوركي كوركي فز فز مو مياوريك بريتي كيتي رينغر وفز فيز بريستيجي ديشين اي لايك الفل العظيبة هاد هاد فز يا عيال للمعلومية انا حسبته حسبته نارة والما شفته بس بعدين لما شفته ترايدنت اللي في يده هاد عرفت انه هاد فز فز فيز فوركي روكي راكب على كلب هاد رينغر انتريستيج مياو هاد ترندل موكاي اصلا عنده البلد نيدلي بس هاد لما هم فلسكين تاترينا ودريبن انتريستي فيه حتان هنا ما ادري مين اللي شاعل هاد يورك ايه والله يورك يورك ما هو ترندل غلطانا بكل الحالات وبكده اظن خلصنا اه سايلس بغ فكس كيلب ما زالت برا الجيم نيكو بوف صغير للونهت دامج اورن بوف صغير كويس محي رجع الجيم اه اتروكس بغ فكسز كيتلين بوف كويس حيخليها تصير احسن في الجيم نار بوف على الدابليو ما هي رجع الجيم هكريم لازم يتلاعب في الجنجل مرة كويس ايفرن صار كويس صار احسن جيس بالانس جينج لا بلانك ما يفرق ناتلوس بوف كويس ما هي رجع الميتة بس يتلاعب ريكس هاي نرف على الار ما زالت كويس عشان بوف على الكيوب بالزات على التوب سايلس اه نرف على الدابليو تاني ما هي غي اختر عليه مرة كتير ترندل بوف على الدابليو يوزلس زايا بوف على الدابليو ان شاء الله يقدمها شوي في الجيم بس ما هترجع الميتة زاوي بلانس نرف على اي تير ما عاد فيه برولر مينيون داميز بوف على التوب ما فرق كتير على الميد اوفرهيل ما زالت كويس على بعض الاي دي سيز بس صار فيها حاجة تانية تفضل الباونتيز اتعدلت حبتين اولها اندرتون الرانك تساوي ريسيت و كده خلصنا كده يا شباب نلاتكم من الصحة العافية خلصنا باتش 9.6 نشوفكم ان شاء الله في الباتش نو 6 قادم على خير وانتو طيبين و الى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة